أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين وخلال لقائه ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين على هامش المشاركة في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاء سيادته معهم مؤخرا في الدوحة التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين وذلك على هامش مشاركة سيادته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور سمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاء سيادته معهم في الدوحة مؤخرا بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين مؤكدا سيادته حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة كما أشهد السيد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية موضحا سيادته في هذا الصدد ما توفره المشروعات لأملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس والذي يتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية من جانبه اعرب الشيخ فيصل ابن قاسم الثاني عن تشرف اعضاء الرابط من رجال الاعمال القطريين بلقاء السيد الرئيس مجددا وهو الامر الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز اواصر الاخوة والتعاون المشترك مؤكدا التطلع لبحث امكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة مع توفر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر لسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين وقد اكد السادة الرؤساء وممثل الشركات القطرية عن ترحبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر او للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات والتشديد في هذا الصدد على اهمية تنشيط دور مجلس الاعمال المشترك وكذا تعزيز التواصل بين ممثل القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية الى افاق ارحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين